اشتركوا في القناة لابد ان تدخل في علم الغيب ساعطيك مثال بسيط كسوف الشمس كسوف الشمس حتى نعلم متى تنكسف الشمس بعد عشر سنوات تحتاج الى مجموعة من المعادلات الرياضية هذه المعادلات تتعلق بحركة الشمس وحركة القمر وموضع كل منهما بالنسبة للأرض وبحسابات دقيقة تستطيع ان تعرف ان القمر سيقع بين الأرض والشمس يوم كذا بتاريخ كذا الساعة كذا وتعرف كم حجم الكسوف كلي يعني يحجب الشمس كاملة ام جزء يعني يحجب جزء من الشمس وتستطيع ان تعرف في اي منطقة الرؤية تكون اوضح على الأرض بدقة طيب قبل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخسوف كسوف الشمس وخسوف القمر كان قضية غيبية لذلك كثرت الأساطير كان العلماء في الصين يقولون هناك تنينا ابتلع الشمس اختفت يقرعون الطبول فيخاف التنين ويهرب هذه ثقافتهم في الجزيرة العربية يقولون مات زعيم من زعماء الأمة وبالفعل هذا حدث عندما مات ابن النبي إبراهيم مات فحدث الكسوف تصادف يعني معهم فأسرع الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم النبي هنا بكل بساطة لو كان يكذب لاستغل هذه الفرصة وقالنهم نعم يعني واحد يعظمك ويأتيك بدليل قوي على تعظيمك إذن أنت لماذا تقول له لا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إن الشمس والقمر آية إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته يعني إنزع من دماغك هذه الخزعبلات بالمختصر مفيد ظاهرة طبيعية طيب كان الكسوف والخسوف أمر غيبي سمح الله باكتشافه سمح الله للبشر أن يكتشفوا سر هذه المعادلات ولكن لم يسمح لهم باكتشاف سر الزلازل مثلا متى يحدث الزلزال؟ لا أحد يعلم الضفاضع تعلم قبل ساعة أو نصف ساعة أو أكثر ربما لاحظت المفارقة أخي الحبيب الضفاضع قبل حدوث الزلزال من نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر تذهب وتتجمع في مكان آمن ونحن نشرنا مقالة عن هذا الموضوع موجودة على موقعنا الإلكتروني مقالة لطيفة كيف الصور للضفاضع وهي تهرب من مكان الزلزال وتتجمع في مكان آمن طيب لا تحليلها ولا معرفة أسرارها ولا يستطيع معالجة هذه المعادلات هذه المعادلات يعالجها دماغ الضفضع لاحظت كم أنت ضعيف أيها الإنسان على رغم من كل التقدم العلمي الضفضع لديه برمجة في دماغه أقوى وأعلى منك بمراحل متقدمة طيب لماذا لم يسمح الله للبشر أن يعرفوا أو يتعلموا المعادلات الرقمية التي تحكم حدوث الزلزال ليتنبأوا به قبل ساعة مثلا يعني تخيل مثلا في منطقة عندما حدث زلزال المغرب قبل مدة وتحدثنا عنه لو كان هناك جهاز يستطيع أن يقيس يتنبأ بحدوث الزلزال مثل الكسوف هناك جداول جداول وكالت ناسا عملت جداول لمئات سنين بمواعيد الكسوف للشمس والقمر تخيل أن لدينا جدول مثلا فيه زلزال المغرب يوم كذا الساعة كذا زلزال التركية يوم كذا الساعة كذا تصور لو وصلنا لهذا العلم ما الذي سيحدث سنتجنب سننقذ آلاف الأرواح ولكن الله لم يسمح بذلك لماذا لأن هؤلاء كتب الله عليهم أن يموتوا بهذا الزلزال قبل أن يخلقهم ولحكمة هو يعلمها عز وجل